أهلا بكم مع أخبار رياضة زارة نجمة الكرة الألمانية مسعود أزيل مخيم الزعاتري للاجئين السوريين اليوم خلال تواجده في الأردن واجتمع أيضا مع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم تفاصيل هذه الزيارة في التقرير التالي حل النجمة الكرة الألمانية ونادي أرسنال الإنجليزي مسعود أزيل ضيفا على الأردن وقام بزيارة إنسانية إلى مخيم الزعاتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق شمال المملكة وقام أزيل بجولة في مرافق المخيم واستمع إلى شرح عن وضع أهل المخيم وطريقة الحياة فيه وشارك أطفال الزعاطري بلعب كرة القدم وقام بتوزيع الهدايا التذكرية عليهم وتأتي زيارة أزيل إلى الزعاطري ضمن برنامج زيارته إلى الأردن ويقوم النجم الألماني بزيارة تدريبية لمنتخب الشابات لكرة القدم والذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للسيدات والتي ستقام في الأردن في شهر أيلول المقبل وكان في استقبال أزيل خلال وصوله أمس سمو الأمير علي بن حسين ونشر الأمير علي على حسابه الشخصي على الفيسبوك صورة له مع أزيل كتب فيها رائع أن أكون مع صديقين حميمين بروكوكسل ومسعود أزيل أوروبيان يلتقي فريقاش بيريا وليفر بولا اليوم في نهاية اليوروباليج التي تصطيفها ملعب سانت باركا في مدينة بازالا سويسرية المزيد من التفاصيل حول هذه المباراة المثيرة في التقرير التالي نهاء الحلم ذلك الذي يجمع بين إشبيليا الإسباني الباحث عن لقب ثالث على التوالي في اليوروباليج والفريق العريق ليفر بول الطامح لمعادلة رقم إشبيليا بعدد مرات الفوز باللقب إشبيليا الحالم بتحقيق ثلاثية تاريخية في الدور الأوروبي يعيش أسبوعا بلغ الأهمية حيث ينتظره نهاي كأس إسبانيا أمام برشلونة يوم الأحد القادم ولكن المدرب أوناي إيميري أصر على التركيز للفوز باللقب الأوروبي الذي يعتبره الأهم لفريقه وينتظر إيميري تألق نجومه بانيجا وجاميرو والمدافع المتألق عاد الرامي للوقوف في وجه ثورة ليفربول المنتظرة في المقابل يبحث الريدز ليفربول عن إنهاء صيام دام 11 عاما عن الألقاب الأوروبية بعد فوزه في مرحمة إسطنبول التاريخية أمام فريق الميلان الفريق الإنجليزي يعيش أفضل أيامه برفقة مدربه لألماني يورغان كلوب الذي قاد ثورة الفريق وجعل من ليفربول فريقا قويا يجعله رقما صعبا في الموسم المقبل كلوب يعتمد على سرعة ومهارة نجومه كوتينيو وفيرمينيو لضرب دفاعات الفريق الأندوليسي وإيصال الكرة لمهاجم الفريق بتانكي وتحقيق اللقب الذي غاب عن خزائن الفريق منذ العام 2001 نقطة مهمة أخرى تجعل لقاء اليوم مهما للفريقين حيث احتل إشبيليا سابعا في الليجة فيما أنهى ليفربول موسمه في البرمير ليج في المركز الثامن وهو ما يعني غيابهم عن بطولة دور أبطال أوروبا وسيضمن الفائز مقعدا له في البطولة الأهم في الموسم المقبل وهو ما يعني تواجد الأندية الإسبانية أو الإنجليزية بخمسة فرق في الموسم المقبل من دور الأبطال أعلن المدير الفني للمنتخب البرتغالي التشكيلة النهائية للعبين الذين سيشاركون في هذه البطولة الأقوى والتي ستقام في فرنسا المزيد في التقرير التالي أعلن المدير الفني للمنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا أبرزهم قائد الفريق كريستيانو رونالدو ليستعين بهم في منافسات كأس أمم أوروبا في فرنسا الشهر المقبل وضمت القائمة المدافع جوزيفونتي الذي قدم موسما مميزا مع نديه الإنجليزي ساوثامتون إذ شارك في معظم مباريات البريمير ليك وسيكون ثناء ريال مدريد بيبي ورونالدو آخر المضمين للمعسكر الاستعدادي للبطولة لانشغالهما بنهاء دور أبطال أوروبا المقرر له يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري في مدينة ميلانو وحرص المدير الفني على الاستعانة بعدة عناصر خبيرة في تشكيلته حيث استدعى قلبي الدفاع برونو ألفيتش وريكاردو كارفاليو وجناحيه المميزين لويس ناني وريكاردو كاريزما ومن آخر أخبار اليورو تكون أخبار أريضة قد انتهت والعودة إلى علي والمزيد من الأخبار علي تفضل شكرا لك تاريك